السلام عليكم ورحمة الله يلا بينا نعرف أغهور الممثلين في مسلسلات 23 مبدئين كده أتمنى أنتم يعملوا اشتراك في القناة وتفعيل زل الجرس ولايك للفيديو ويلا بينا نمّ عليهم شوية بما أنهم خدوا من وقتنا كتير في رمضان معنا نجي مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان اللي كانت فيه أجمل شخصية فيه سيد والملكة صفصف وده مسلسل قصر الدنيا محمد رمضان واخد فيه 50 مليون فنان الجميل حماد أهلال في مسلسل المدّاح وسطورة العشق الجزء الثالث حماد أهلال كان مصراحة تمثيله كان قوي جدا وخلنا ذكرنا الله في كل لقطة من مسلسله ده واخد حماد أهلال واخد فيه 26 مليون جنيه وتكلفة برنامج رامز نيفر اند 4 مليون دولار ودي تقريبا أعلى تكلفة لكل مسلسلات وبرامج رمضان كلها السنة اللي فاتت من وجور ممثلين ووجور رياضيين تكلفة الإجمالية لبرنامج 4 مليون مسلسل الأجهر لبطولة عمر سعد اللي فتح لنا سيدرو كده دايما أحب أقول له فنان يعني يافل زرارك شوية ده واخد 30 مليون أما المسلسل الكوميدي الجميل الكبير قوي جزء السابع ده بصراحة اللي بيسلينا في رمضان كل سنة ده اللي نحب ان احنا نديله ملايين كتير قوي بس اللاسف واخد 25 مليون بس وبس قوي عليه يعني قليلة قوي عليه آآ معانا الفنان الكبير أحمد العوضي الصعيدي كده اللي هو الأصمراني آآ واخد 20 مليون والفنانة ياسمين عبدالعزيز واخد 30 مليون يعني ما شاء الله دخل جيب أحمد العوضي السنة دي 50 مليون آآ أما المسلسل آآ بابا المجال آآ لمصطفى شعبان ده المسلسل ده محما حققش النجاح اللي هو المطلوب لي آآ مصطفى شعبان في المسلسل ده واخد 18 مليون آآ نتمنى له يعني التوفيق السنة الجاية ياخد له أكتر من كده لعن آآ مصطفى شعبان يعني من الشخصيات الحلوة تمام آآ رمضان آآ كريم آآ مسلسل آآ آآ مسلسل سيد رجب آآ جزء التاني ده متسجل من السنة اللي فاتت متصور من السنة اللي فاتت هواخد فيه سيد رجب 15 مليون ما المسلسل العبقاري بتاعني اللي كريم اللي جابت فيه جوزها مسل مشهدين ثلاثة كده فيه آآ واخد فيه 12 مليون وده أجرها كان دايما تحت محمد رمضان بس هي بصراحة رجعت لتراجعت لورا يعني سوء الكنت وبطولة الفنان أمير قرارة وأجرى أمير قرارة 20 مليون رغم أن أمير قرارة مش شطر أوه في التمثيل يعني لو كان فضل في أنه يكون مزيع كان هيبقى ليه مكانة كبيرة تماما خد 20 مليون الفنانة الجميلة روبي اللي اكتشفناها في التمثيل السنة اللي فاتت كان أجرها كبيرة خالص السنة دي واخد في مسلسل حضرة العمدة 10 مليون أما المسلسل الجامد بصراحة اللي كان أمر رو كان 15 حلقة بتاع محمد ممدوح مسلسل رشيد المسلسل ده محمد ممدوح فيه واخد 8 مليون أما المسلسل اللي اتعرض لانتقادات كبيرة جدا مسلسل رسالة الإمام المسلسل ده يعتبر الأشهر في المسلسلات كلها خالد النبوي أجري وأجره فيه 12 مليون وأخيرا مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين والفنان أحمد أمين واخد فيه 15 مليون وحبيت أن أنا يعني أعرفك بغور الممثلين تمام كل سلام الطيبين ما تنسوش اللايك للفيديو مع السلام